شهد الفريق أول مع الشيخ راشر بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم ختام فعاليات التمرين البحري المشترك لقيادة خفر السواحل وذلك بحضور سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام واللواء ركن بحري على سيادي قائد خفر السواحل شارك في التمرين عدد من الأجهزة والإدارات المعنية بوزارة الداخلية واستهدف الوقوف على مستوى الاستعداد والجاهزية بما يضمن حفظ الأمن والسلامة البحرية وقد طلع معالي وزير الداخلية على إيجاز لجنة الإعداد والسيطرة ومجريات عملية التنفيذ في ضوء الفرضيات المطروحة وكيفية التعامل مع الأهداف المرصودة واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بما يؤكد القدرة على العمل الأمني المشترك وأشاد معالي الوزير بالجاهزية الأمنية التي بدت خلال التمرين معربا عن شكره وتقديره لقيادة خفر السواحل وكافة الجهات المشاركة في ظل ما يشهده التمرين من تطور مستمر وتنفيذه بصورة متكاملة منوها إلى أهمية مراجعة عملية تطوير الجاهزية المطلوبة لخفر السواحل والإدارات المعنية بحفظ الأمن وأوضح أن التمرين البحري المشترك يتميز بمحاكاته للواقع خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع التهديدات التي تأتي من البحر وتتطور بشكل متواصل مما يتطلب مواكبتها وتطور معها وضيفا أننا في وضع استثنائي يستدعي تعزيز القوة الذاتية واستخدام التقنيات الحديثة لتأمين الحدود البحرية وبناء منظومة متكاملة لتأمين السواحل والبحار ووجه معالي الوزير إلى تعميم التمرين على كفة قطاعات الوزارة في ضوء الخبرات المتراكمة بحيث تكون مبنية على تحديات واقعية تسهم في تطوير الإجراءات وسد أي نواقص بما يضمن حفظ الأمن وثمن معالي وزير الداخلية دور خفر السواحل في تأمين السلامة البحرية وتوفير الدعم اللازم للصيادين فضلا عن قيامه بالتواصل مع المتضررين منهم لتعويضهم عما لحق بهم من أضرار جراء الممارسات القطرية الاستفزازية من جهته عرب قائد خفر السواحل عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على الدعم والمساندة مشيرا إلى أهمية التمرين البحري المشترك في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة في مجال الأمن البحري